بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنيات لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية هنأه فيها بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلده الشقيق وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس أردوغان بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب الجمهورية التركية التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التطور والنماء في مختلف المجالات وأشهد فخامة الرئيس بالمواقف اللاخوية للجمهورية التركية قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب اليمن وشعبه وقياداته السياسية وجهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني